المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين الملف أن حزب القوات اللبنانية كان يسعى فيما فعله بالأمس إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان في تشيش وداء مزارة الطيون في بيروت رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله يقول حزب الله لن ينجرى إلى الفتنة لكن دماء الشهداء لن تذهب هدرا ضمن كمائن الفتن في لبنان استخدام القضاء أولا ثم السلاح والقتل للدفع نحو الاقتتال الطائفي وتعميم الفوضى الخطط الأمريكية تتنوع في تنفيذ استراتيجياتها بعيدا عن التدخل العسكري المباشر فما هي سبول المواجهة في مواجهة كمائن الفتن الأمريكية في المنطقة وتحديدا في لبنان تمضي قوى المقاومة بخططها المحددة والمعلنة إخماد الفتن وعدم الانجرار إلى الفتنة وأهدافها في الحرب الأهلية يشرح حزب الله أهداف المجزر التي ارتكبت أمس في الطيون ببيروت فيقول رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين إن حزب القوات اللبنانية أراد إرجاع لبنان إلى الحرب الأهلية البشعة وأنه يرتكب المجازر وينمو عليها ويؤكد صفي الدين أن القوات اللبنانية تلبي مطلب الأمريكيين مقابل حفنة مال وما شهدناه أمس حلقة من حلقات تديرها السفارة الأمريكية في لبنان وتمولها جهات عربية هو التكتيك الأمريكي الجديد بعد قرار التراجع عن المواجهة العسكرية المباشرة مع قوى المنطقة بالاعتماد على الأدوات في الوصول إلى الفوضى التي يراد لها إعداد الأرضية للحرب الأهلية لكن قرار قوى المقاومة ليس الانكفاءة والتراجع بل الثبات والإصرار على المواجهة بحسم لكن دائما بما يناسب فما هي السبل شاهدين في المسائل اليوم معنا في السوديو الرئيس المؤسس المنتدى القومي العربي الأستاذ معان بشور وأيضا من بيروت رئيس تحريري صحيفة اللواء اللبنانية الأستاذ صلاح اسلام حيكم ضيفي العزيزين مشاهدين شدد اليوم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيدها الشمصفي الدين على أن الحزب لن ينجر إلى فتنة مذهبية ولا إلى حرب أهلية لكن لن يترك دماء شهدائه تذهب هدرا وفي كلمة أثعت شهدائك من الطيونة في بيروت أكد السيد صفي الدين أن حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى استحضار هذه الحرب أنا لا أبالغ حينما أقول لكم أن حزب القوات اللبنانية كان يسعى فيما فعلهم بالأمس إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان اليوم هذا الحزب كشف عن وجهه ليش مضطر؟ أنا بحس تاني هلا مش وقت نحلله ربما هو مضطر؟ ربما هو مستعجل؟ وربما يكون أسياده المهزومين في المنطقة استعجلوا هذه الخطوة من أجل أن يأخذ لبنان إلى الحرب الأهلية صفي الدين تساءل عن السبب الذي من أجله يراد أخذ البلد إلى حرب أهلية مشيرا إلى أن ما شهدته منطقة الطيونة هي حلقة من حلقات تديرها السفارة الأمريكية في لبنان نعم هؤلاء لا يعيشون ولا ينمون إلا في هذه البيئة وفي هذا الأجواء ولذا هم جاهزون غب الطلب حينما تريد أمريكا هم جاهزون حينما يريد ممولهم هم جاهزون من أجل أي شيء من أجل حفن المال أو من أجل منصب يسعى إليه أو من أجل تزعم أو من أجل عنوين فاسدة وفارغة من أجل أي شيء يراد أخذ اللبنانيين إلى هذا الاقتدال الداخل والمذهب والطائف والبغيض من أجل أي شيء لذا هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل اللبنانيين وأيضا المشهد الذي شاهدناه بالأمس هو حلقة من حلقات تديرها الولايات المتحدة الأمريكية ويممولها بعض العرب سيد صفي الدين دعا كل الجهات في لبنان إلى تحمل المسؤولية عما جرى في الطيونة وإدراك ضرورة مواجهة وجود حزب يريد أخذ لبنان إلى حرب أهلية سائل المسؤولين السياسيين في لبنان لأي جهة انتمت وأين كان موقعهم عليهم أن يعرفوا أن هذا الواقع يجب أن يواجهوه وأن يتحملوا المسؤولية اتجاهه أن الموجودة في لبنان أن الموجودة في لبنان حزب وجهة تعمل لصالح الأمريكي وتعمل لمصالح بعض الدول العربية وتعمل لمخططات خارجية تريد أن تأخذ لبنان إلى الحرب الأهلية فما هو موقفكم أيها المسؤولون فضلوا تحملوا مسؤولية هذه توصفونا وتحقولنا على التليفونات وبالكواليس وعلى الجن اليوم يجب أن تتحدثوا ويجب أن تأخذوا مواقف كما أكد صفي الدين أن المقاومة ستبقى حاضرة لتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على البلد وعدم الانجرار إلى الحرب والفتنة نحن سندافع عن هذا البلد ووحدته والعيش المشترك فيه والمصير المشترك فيه ولن ننجر أبدا ويمكن بسبب حظكم السيء اليوم حظكم السيء اليوم أنه في قوى عاقلة وفاهمة وواعية وقوية وقوية هذه القوة التي حمينا بها بلدنا وهذه القوة التي حررنا بها بلدنا وهذه القوة التي أعطتنا العزة والكرامة هي التي تحمل يوم لبنان لأننا بهذه القوة يمكننا أن نمنع هذه الفتنة المذهبية التي تريد استهداف كل اللبنانيين أستاذ معن بشور حياك الله أصعد الله وقاتك ما سمعناه وأيضا تحية الأستاذ صلاح سلام معنا مرة أخرى أستاذ معن السيد هاشم صفي الدين لخص مقاربة حزب الله لما جرى يوم أمس أخذ رأيك مباشرة بهذه المقاربة بداية لابد من الترحم على شهدائنا الذين ارتقوا بالأمس في هذه المجزرة المروعة التي استهدفت محتجين سلميين وقتلت من قتلت منهم ولا بد من تحية للمشاهدين الكرام وتحية لضيفك الكريم الأستاذ صلاح سلام الذي مسل دائما روح العقل في القاطع مع الشأن السياسي تحية لك طبعا حياك الله أهلا وسهلا لا شك أن هذه المقاربة هي مقاربة متوقعة من حزب يحمل قضية كحزب الله وهي ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها حزب الله بهذه الروح العالية من المسؤولية أتجاه الوطن ووحدته وأمنه واستقراره فالمطلعون على تاريخ هذا البلد منذ نشأة حزب الله يدركونه أنه قد مر بمحطات عدة كانت تجري فيها محاولات استدراجه من أجل إشعال فتنة في البلد كان يقبض على أعصابه وكان يقزم غيظه وكان يتوجه نحو العدو الرئيسي الذي هو العدو الزيولي هذا حصل في سكنة مأمون في برج أبو حيدر وهذا حصل في شارع المأمون سكنة فتحلة وهذا حصل أيضا تحت جسر المطار يومها ويوم اتفاق أسل والمظاهرة والشهداء وهذا حصل في حيث سلم وغيرها حزب الله مدرك تماما أن العدو الصهيوني بات يستخدم وسائل الحروب الأهلية من أجل تفتيت هذه المنطقة وأضعافها ومن أجل محاصرة إرادة المقاومة فيها وهو بذلك لا يدرك أنه يواجه حزبا يحمل قضية تستحق أن يضح من أجلها بالكثير دون بالتأكيد أن يتنازل عن قوته نحن اليوم أمام مشهد لا ينحصر بلبنان مشهد على مستوى المنطقة والإقليم كله وهو مشهد في جوهره أن هناك تراجع واضح في الاستراتيجيات الهجومية الأمريكية على المنطقة وعنوانها كان ما جرى في أفغانستان أستاذ معنا السؤال هنا إذا كان المراد جر حزب الله إلى حرب أهلية داخلية طيب في موازين القوى الداخلية حزب الله هو الطرف الأقوى يعني جر الطرف الأقوى إلى معركة داخلية هي عملية انتحار لباقي القوى ليس كذلك أنا دائما أقول المقاومة ليست قوتها فقط في سلاحها المقاومة قوتها الأساسية في واجهة حين يرى المواطن العربي والمواطن المسلم وابن هذا الإقليم وابن العالم أن هناك سلة من المقاومين في لبنان استطاعت أن تواجه قوة كالعدو الصهيوني هذا ينمي روح المقاومة على مستوى الأمة وعلى مستوى العالم المطلوب تشويه صورة المقاومة المطلوب شيطنت صورة المقاومة حين تستدرش المقاومة لحرب أهلية ليس المقصود أن ينتصر فيها أو أن ينتصر عليها فيها وإنما المطلوب إيقاعها في وحل الحروب الأهلية الذي يشوه سمعتها ويشوه مكانتها ويحولها من فريق مقاومة بوجه علو خارجي إلى فريق متورط في حروب الداخلية بهذا المعنى وهنا أنقل أستاذ صلاح سلام يعتبر حزب الله نفسه مستهدفا وضحية مخطط كان أبرز تجلياته حسب مقاربة الحزب ما جرى يوم أمس أستاذ صلاح يعني بالوقت ما جرى بالأمس تذكرنا بكل المشهد الذي عشناه في بداية الحرب اللبنانية القذرة ب13 نيسان 1975 يعني المشهد اختلفت أطرافه أو أبطاله ولكن هو المشهد نفسه حزب الله اليوم يحتل مكان المقاومة الفلسطينية في تلك الفترة والحزب القوات يحتل مكان حزب الكتائب في تلك الفترة وكلنا نعلم أن مجدرة عين الرماني كانت هي الشرارة التي انطلقت منها الحرب والتي استمرت 15 سنة ودمرت البلد بشرا وحجرا لذلك أنا أعتقد أن اليوم في مسؤولية مضاعفة على حزب الله هو يدرك تماما أنه مستهدف بالاستدراج إلى حرب داخلية لاستنزاف قوته ولإشاعة الفوضى في البلد فعليه أن يعمل على تطويق هذا المخطط وإفشاله من خلال الوسائل السياسية ومن خلال تعطيه بحكمة وبكثير من الحكمة مع ما جرى بالأمس في منطقة طيوني وعدم الأخذ بالانفعالات الأنية والسريعة حتى لا نتورد جميعا في حرب ليس في مقدور ربنان أن نتحملها ولن يخرج منها أحد منتصرا كلنا نعلم أن المقاومة الفلسطينية بعد سبع سنوات من الحرب اضطرت إلى مغادرة لبنان وبالتالي بعد استنزافها على مدى سبع سنوات ولذلك نحن اليوم أمام ما محق وامتحان أمام ما مفترك طرق وكثير خطير لا يعني حزب الله وحده بقدر ما يعني لبنان في مسألة هنا أستاذ صلاح نحن يعني لنناشد في مسألة جديدة أستاذ صلاح حزب الله حزب الله حزب الله خلال الفترة الماضية خلال السنوات الماضية خاصة بعد 2019 بعد ما عرف بثورة 19 تشرين ثاني أو 17 تشرين ثاني 2019 كان الحديث تشرين الأول كان الحديث عن قوى خارجية عن مخططات أمريكية عن استهداف له عن محاولة تجهير أي اتهام صغير أو كبير ضده لكن لم يكن الحزب يشير إلى طرف لبناني بعينه اليوم سواء كان في بيان حزب الله وحركة أمل اليوم أمس أو في كلام سيد هاشم صفي الدين اليوم في تسمية لطرف لبناني هم يقولون حزب القوات اللبنانية هو من قتل هؤلاء وهذا الحزب هو يريد جر البلاد إلى حرب أهلية وكذا رأيك أستاذ صلاح بهذا التطور هذه التسمية المباشرة لذلك أنا أقول هذا المشهد شبيه بمشهد نيسان 1975 وقلت أن الكوات اليوم تحت المكان الكتائب ودوروا الكتائب في تلك الفترة وكانت النتيجة ما خبرناه على مدى خمسة عشر سنة من حروب أنا ما أقصد أن أقول اليوم قاله صيد هاشم صفي الدين لم يكن مواجها فقط للكوات اللبنانية الاتهام كان للكوات اللبنانية ولكن كان يطالب الحلفاء قبل الخصوم باتخاذ موقف واضح وصريح مما جرى حتى يستطيع أن يبني على شيء مقتضاه سياسيا ولا يضطر أن يواجه هو لوحده حزب الله وحركة أمل ما جرى بغير الأسليب السياسية نحن مدركين تماما أن قيادة حزب الله على بينة من المخطط الفتنة الذي يحاول تطويق الحزب ونفوذه في الدولة اللبنانية وجره إلى معارك استنزاف في الداخل وبالتالي لابد من تفويت هذه الفرصة من خلال المعالجات السياسية الحكيمة والإعادة تقييم التحالفات التي كانت قائمة بين الحزب والطيار وطني الحر بالذات في هذه الفترة لأن كلنا يعني على بينا من الأمر أن وراء الأقمة ما وراءها بالنسبة للتغيرات التي حدثت مؤخرا في توجهات الطيار وطني الحر والتي كان هدفها العمل على رفع العقوبات عن النائب جبران بسيل والتالي يعني الوضع السياسي بالبلد هو يزداد تعقيدا أكثر من الأول والوضع الاقتصادي والأمني لا يحتمل أي اهتزاز على مستوى الاستعمال العنف أو القوة لحسم الأمور ثانيا وثالثا لابد من العودة بالنتيجة إلى المؤسسات الدستورية لأن ما يطالبه الحزب بالنسبة لتنحية المحقق العدلي طارق البطار ليس واحدة هو المطالب بهذه الخطوة هناك أفريقاء سياسيون أخرين مطالبون سوف أسأل عن هذا أو إعادة التكليف أو تصحيح مسار التحقيق على الأطفال سوف أسأل عن هذا أيضا أستاذ صلاح لأن الأساس كان الموضوع التحقيق قضية المرفأ تحقيقات مرفأ بيروت والقاضي طارق بطار والإجراءات التي اتخذها مؤخرا كانت هي الآن في مقدمة الأزمة التي حصلت أمس لكن في مسار أستاذ معا في مسار في لبنان يمضي منذ سنوات منذ سنتين على الأقل بشكل مكثف وتم تجهير أي حادث صغير أو كبير واتهام حزب الله في انفجار مرفأ بيروت جراء اتهام حزب الله الأزمة المعيشية والاقتصادية الاغتيالات التي حصلت لبعض النشطاء أو بعض الصحفيين اتهاموا بالتهريب أيضا عبر الحدود مع سوريا اتهاموا بجر لبنان إلى حرب مع إسرائيل اتهاموا بحماية الفساد اتهاموا بحماية المنظومة اتهاموا بالسيطرة على الدولة وإلى آخرين من التهم حتى اتهاموا بالتدخل بلبس الفنانة إليسة المغنية إليسة على سبيل المزاح طيب هذا المسار أوصل إلى الكمين يوم أمس في الطيونة هذا المسار سيكمل أستاذ معان بشور وإلى أين ستكون نهايته هذا المسار لم يبدأ منذ سنتين أنا قد بشكل مكثف وأنا أعتقد أنه أيضا بشكل مكثف بدأ بشكل خاص منذ أن تحولت المقاومة اللبنانية وحزب الله هو رأس الحربة فيها إلى قوة فاعلة في الحياة اللبنانية وفي حياة المنطقة وحياة الأمة أنا أذكر تماما أنه حتى عشية اغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري كانت هناك حملة باتجاه حزب الله وأعرف تماما أن رئيس الحريري كان من أصحاب وجهة النظر بالتفاهم مع حزب الله والبعض يعتقد أن ربما هذا كان سبب اغتياله وكذلك الأمر بعد حرب تموز 2006 اشتدت الحملة بدلا من أن يعتذر بعضه بهذا الانتصار الكبير الذي حقته المقاومة على العدو الصهيوني وبالتالي أفشلت مخططاته نذكر تماما ما أن انتهت الحرب من هنا إلا أن بدأ الضغط على حزب الله واستمر الأمر كذلك لكن في السنتين الأخيرتين وأنا كنت هذه الفكرة أريد أن أركز عليها أمام التراجع استراتيجي الذي تواجهه الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني في مناطق عديدة في العالم وأمام نمو قوة معارضة للهيمن الأمريكية على مستوى العالم كله وليس فقط على مستوى المنطقة لجأت هذه السياسة الأمريكية إلى افتعال حروب صغيرة خلينا نقول حاولت أن تحصل على تقدم تكتيكي هنا وهناك من هذه الحروب الصغيرة إعادة إشعال الحرب في لبنان إدامة الحرب في سوريا إشارة الفتنة في العراق وإلى آخره وصولا إلى اليمن وصولا إلى ليبيا وصولا إلى كل هذا هذه حروب صغيرة خلينا نقول طابعة تكتيكي هجومي لتخفي استراتيجية دفاعية تسيطر على السياسة الأمريكية الصغيرة عندما يكون رأيك أغلبية النخبة اليوم في العالم العربي يتحدث عن مصلحة أمريكية في تهدئة الملفات وأن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة جو بايدن تريد هدوء في الشرق الأوسط ولذلك أرادت أو حاولت وقف الحرب في اليمن التفاوض مع إيران عودة المفاوضات النووية مع إيران وفتح مجال أو ممر أكسجين للاقتصاد السوري وكل هذه المسائل أعطت مؤشر لكثير من المراقبين بأن الإدارة الأمريكية لا تريد التفجير الأوضاع في الشرق الأوسط لأنها أولويات أخرى في شرق أسيا وفي أماكن أخرى من العالم كيف يستقيم ذلك مع رغبة أمريكية في إشعال حرب أهلية هذا ما أحاول أن أقول بدون شك الإدارة الأمريكية الآن تريد أن توجد حلولا لمشاكلها في مناطق عديدة في العالم لكن في سعيها لرصول الحلول تمارس ضغوطا هنا وهناك من أجل تعجيز أوراقها في المفاوضات النووية مع الجمهورية الإسلامية أوراقها في حل قادم للمسألة السورية أوراقها في حل قادم للمسألة اليمنية هذا التوجه نحو التهدئة لا يعني الامتناع عن إشعال حروب وعن استخدام أوراق ضغطة في هذا الملف أو ذاك ولبنان قد يكون أحد هذه الأوراق الضغطة التي يضغط بها الأمريكيون ليس فقط في لبنان وإنما على مستوى المنطقة كلها لأنها تدرك ماذا يعني لبنان وماذا تعني المقاومة في لبنان بالنسبة لعموم الإقليم من ذلك هذا لا يتعارض أبداً أن تعمل من أجل التفجير هنا أو هناك مع رغبتها أيضاً بعقد صفقات سلام وتهدئة في هذا الملف أو ذاك أستاذ صلاحة في التطويق الأزمة داخلياً هل تعتقد أنه سيكون المسار المقبل في الأيام المقبلة يعتمد على المعالجة السياسية وتصحيح المسار القانوني هكذا قد تعود الأمور إلى المياه إلى مجاريها في لبنان ما هو البديل عن العمل بالنسبة للتصحيح المسار السياسي والقضائي هل نذهب إلى الحرب مباشرة نحن أماماً خيارين إما أن نلجأ حال مشاكلنا من خلال الإصلاحات المطلوبة والحوار والتوصل إلى تفاهمات جديدة وكنا نعتبر أن ولادة الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي نتيجة تفاهم وتسوية معينة تمت بين مختلف الأطراف السياسية وخاصة بين حزب الله الذي كان طرفاً أساسياً وطيار وطني الحر وبقية الأطراف السياسية المكونة للحكومة الرئيس نجيب ميقاتي البديل المسار السياسي هو المسار العسكري هل نحن قادرون على خوض معركة مفتوحة وننزلاك إلى حرب أهلية جديدة وهل لمصلحة حزب الله أن البلد ينزلك إلى حرب داخلية جديدة سمعنا اليوم السيد هاشم صفي الدين يقول الحزب لن ينجر ولن يسمع بطورته بفتنة داخلية أو بحرب داخلية فمن أننا نراهن على هذا التوجه بشكل حاسم وواضح وهنا تبرز دور الدولة اللبنانية وأجهزاتها المختلفة على المستوى الأمني والقضائي للإسراع في تحقيقات الجارية لجلاء وكشف ملابسات ما حصل يوم الخميس في منطقة طيونة وأسباب سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحة حتى تكون الأمور واضحة ونضع النقاط فوق حروفها الصحيحة لا نريد أن نكرر تجربة عين الرماني وبصة عين الرماني كما حصلت نعم حيث لجأت كل الأطراف إلى استخدام القوة دون أي اعتبار لتداعيات مثل التعمال هذه القوة وما أوصلتنا جميعاً كل الخارجة خسراً بالنتيجة بعد 15 سنة من الحرب وما زلنا نعاني من بعض جراحها وما زلنا نعالج بعد أورامها للأسف على المستوى الوطني وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى الاقتصاد عطفاً على النقاش الذي دار بيني وبين الأستاذ معنا حدود التأثيرات الخارجية فيما يجري في لبنان خاصة يوم أمس هذا بالواقع هذا أمر يضاعف من أهمية ما أقول له بالنسبة للجوء إلى المعالجة السياسية حزب الله مستهدف مستهدف من الخصوم الإقليميين ومن خصومه الدوليين وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب إجمالاً وهناك فرصة الآن لاستياد الحزب من خلال فتنة داخلية في لبنان هل نسمح للخصوم بتحقيق هذا الهدف أم نفوت عليهم هذه الفرصة أنا قد أكون بالمبدأ ضد بعض السياسات التي محسوبة على حزب الله سواء بالنسبة للداخل اللبناني أو في الأقليم ولكن أنا ما يهمني في هذه اللحظة بالذات هو إنقاذ البلد من نيران فتنة مدمرة جديدة لبنان واللبنانيين غير قادرين على تحمل أثارها نحن اليوم أصلاً نعيش في جهنم اقتصادي ومالي ومعيشي واجتماعي فماذا لك لو اشتعلت نيران حرب داخلية أين سيصبح الوضع في لبنان من سيبقى من شباب لبنان على هذه الأرض الطيبة طيب هنا إذا كان أستاذ معان بشور إذا كانت ثمت تأثيرات خارجية قوية أو كما يقال وسمعنا من الكثيرين بأن القرار قرار استفزاز حزب الله قرار اتهام حزب الله قرار الضغط داخليا وحتى الضغط إعلاميا على حزب الله ليس قراراً محلياً لبنانياً وإنما هو قرار إقليمي أو قرار دولي ما هي فائدة أن يكون هناك رغبة لبنانية محلية في تطويق الأزمة أو في محاولة معالجتها بالمسار القضائي أو المسار السياسي أو حتى بالمسارات الأخرى بمعنى إذا كان هناك مشروع وقرار هنا النواية الصادقة اللبنانية بالإفلات من شبح الحرب أياً كانت ستكون هذه الرغبة أو النواية محدودة ليس كذلك يعني علينا أن نقرر أمرين في هذا المجال الأمر الأول أنني أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة لبنانية حقيقية بإفشال هذه المخططات لإشعال فتنة في لبنان أعتقد أن أحداً في الأرض لا يستطيع أن يشعل فتنة بين اللبنانيين إلا إذا وجد أكثر من طرف لبناني يتجاوب له وحتى الآن وأنا دائماً أقول هذا القلام في لبنان من هو قادر على إشعال الحرب ليس راغباً بذلك ومن هو راغب ليس قادراً على ذلك لذلك أنا أعتقد أن إرادة اللبنانيين في هذا المجال إرادة كبيرة وهذا الكلام الذي تفضل به الأستاذ صلاح يعبر عن إرادة لبنانية صادقة الاستاذ صلاح في موقع ليس في موقع مؤيد أو ملتحق بحضب الله له اعتراضات معروفة لكنه كلبناني وكحريص على لبنان تكلم كلاماً رصيناً هادئاً يعبر عن مشاعر كثير من اللبنانيين تجاه هذا الموضوع الأمر الآخر من قال أن هذه الإرادة الخارجية هي وحدها موجودة اليوم في العالم في العالم اليوم هناك محورين على المستوى الدولي المحور الأمريكي وأتماعه ومحور مناهضي لهيمنة الأمريكية وهو ليس محوراً بسيطاً لا على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي لذلك لم تعد الإرادة الأمريكية ولا الإدارة الأمريكية هي قدرنا هي تحاول ولكن قد تفصل وخصوصاً عن رغبتها في قبر هذه الفتنة في مهدها هو أن تلجأ إلى تحقيق شفاف ودقيق في هذه الجريمة واعتقال مرتكبيها ومحاكمتهم ومحاكمة من يقف وراءهم نحن لو عالمنا جرائم أخرى ارتكبت نحن دائماً نقول مجدرة صبرة وشاتيلة لو جرت محاكمة دولية حقيقية بمرتكبي تلك المجدرة بل لو جرت محاكمة في لبنان للمشاركين في تلك المجدرة لربما وفر العالم على نفسه الكثير من المجادر في فلسطين في لبنان في العراق في سوريا في غيرها هذه الجرائم يجب أن لا تمر هذه جرائم يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية هذه الجرائم يمكن اعتبارها إرهاباً بكل معنى الكلمة لذلك أنا أعتقد أن عاملين أساسيين يحاصران هذه الضغوط التي تحاول إشعال الفتنة في لبنان إرادة لبنانية واحدة سعينا ونسعى باستمرار من أجل إيجادها وتكوينها وبناء الأطر الوحدوية الكفيلة بحمايتها وفي نفس الوقت نعم دراسة موازين القوى الدولية التي لم تعد تسمح للإدارة الأمريكية وللكيام الصهيوني أن يمارس عربدته كما فعل في سنوات السنة أستاذ معان أستاذ صلاح مشاهدين سأتوقف مع فاصل قصير بعده نكمل في المساء أبقى معنا مجددا مجددا حياكم الله من يراقب الكمائن المتنقلة من أفغانستان إلى العراق وسوريا ولبنان يلمس بشكل واضح وجود مايسرو واحد يدير اللعبة كمائن بدأت من التلاعب بالانتخابات العراقية مرورا بالاعتداء الإسرائيلي الأمريكي على سوريا بغارات استهدفت مواقع للجيش السوري وحلفائه كمين الفتنة في الطيونة الذي استهدف تظاهرة سلمية دعا إليها حزب الله وحركة أمل وأخيرا التفجير الجديد الذي استهدف مسجدا للشيعة في قندهار جنوب أفغانستان المايسرو وراء هذه الكمان هو واشنطن وتساعدها مجموعة ومن أصدقائها في المنطقة المؤشرات تظهر في تصريحات الإدارة الأمريكية نفسها بشأن الانتخابات العراقية والتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت أما بالنسبة إلى أفغانستان فيكفي التوقف عند الاتهام الروسي المباشر للقوات الأمريكية بنقل عناصر تنظيم داعش والمجموعات التكفرية من سوريا والعراق إلى أفغانستان وهذا ما أكده وزير الخارجية التركية أيضا ما فشلت فيه مشاهدين الولايات المتحدة وإسرائيل تجربانه اليوم بذهنية كماء الفتنة بأدوات أقليمية ومحلية وما حدث في بيروت أخيرا أمنيا وسياسيا قد يكون المخطط الأكثر خطورة ويبدو أن واشنطن تحاول وطالة عمر مشروعها في المنطقة حتى وإن غابت منسحبة ولا سيما مشروع إسرائيل تقرير محمد ابو عبدالله منذ لحظته الأولى كان انفجار مرفأ بيروت مادة دسمة لنصب الكماء والقصد تجريم سلاح المقاومة سارعت إلى ذلك قنوات متماهية مع الأمريكيين بنسجها من خيالها سيناريو الذخيرة والسلاح ليتبين أنها نترات الأمونيوم دفعت تلك الماكينة الإعلامية باتجاه توريط حزب الله وها هو الكمين يتطور سياسيا بواجهة قضائية مسيسة على الأقل كما يؤكده الحزب وحلفائه لا بل تؤكده أيضا الوقاعة حيث التحقيق يسير بحسب المراقبين في اتجاه واحد يصب في خانة تسييسه ضد فريق محسوب على المقاومة وحتى المطالبة بتصويب مسار التحقيق بغير انحياس وهو مطلب شعبي أيضا عبر عنه محتجون في بيروت تقابل بنصب كمين آخر يكون موقعا هذه المرة بالدماء سلميا كان الاحتجاج بشهادة الكثيرين لكن القنص على ما يبدو كان وسيلة للفتنة في محاولة لاستدراج الحزب وحلفائه إليها وهو ما تجنبه بفتنته المعتادة يدرك الحزب أن تلك غاية أمريكية إسرائيلية وقد تمرس على احتواء محاولات الإيقاع به وإدخال لبنان في نفق حرب أهلية طائفية وتلك ليست مصلحة لبنانية ولا حتى مصلحة للمقامرين بسلم لبنان الأهلي عنوان الكامينين بشقيه السياسي والأمني هو نزع سلاح المقاومة وحتى ذاك الهدف الإسرائيلي الأمريكي بعيد المنال بل سراب تحقيقه حتى عنفيا مع ذلك يحاول الأمريكيون والسائرون على دربهم تفخيخ المنطقة بالكماء وهو السياق الأعم الذي تأتي فيه أحداث بيروت والحدث اللبناني في عمومه وليس وليد الصدفة ما يجري فقد كان مسبوقا بتزوير لانتخابات العراق تؤكد أطراف وازنه بما يهمش المقاومة هناك والحشد الشعبي ويبعد الاثنين معا عن صناعة القرار السياسي كذلك تزامن الحدث اللبناني مع استهداف محور المقاومة في سوريا بغارة أمريكية إسرائيلية على تدمر ولا يزال داعش والتكفريون ورقة بأيدي الولايات المتحدة فهم ركيزة أساسية لمشروعها في المنطقة وهاهم يستهدفون مسجدا في قندهار بأفغانستان وما دخل واشنطن في ذلك؟ قد يجيب على ذلك وزير الخارجية التركي وقد فعل قبل التفجير بأن الأمريكيين ينقلون أولئك المتطرفين من العراق وسوريا إلى أفغانستان سيد صلاح سلام حياك الله مرة أخرى حسب مقاربة حزب الله حسب مقاربة حزب الله يشعر الحزب بأن انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات التي تلته طريقة التحقيقات والإجراءات وكل التفصيلات الأخرى التي لما جاء لذكرها الآن حول الاستدعاءات كلها تعتبر كمينا خطيرا يستهدف رأس حزب الله في نهاية المطاف توافق على هذا التحذير أو التوصيف؟ شو بالواقع كما كنا حزب الله مستهدف ليس لأنه فصيل لبناني أو قوة سياسية وعسكرية في لبنان أو مقاومة تصدت الاحتلال الإسرائيلي ونجحت في طرده من الأراضي اللبنانية حزب الله مستهدف لأنه تحول لكوة أقليمية له وجوده في العراق في سوريا في اليمن وله وجوده في أمريكا اللاتينية وبالتالي أصبح كوة أكبر من مساحة لبنان وقدرات لبنان فهو مستهدف حيثما هو موجود هذه الغارات الإسرائيلية التي تتم بشكل منتظم خليلا نسميها وتحت رقابة الروسية ورقابة الكوات الأخرى وبما فيها السلطة السورية هذه لا تتم عبثا هذا جزء من المخطط الهدف إلى تحليم كل ما قلت أستاذ صلاح صحيح لكن ملف المرفأ والتحقيقات كمين يمكن اعتباره كمين نعم وصولا إلى ملف المرفأ وصولا إلى ملف المرفأ لأن اليوم من هي الكوة العسكرية الأكبر في لبنان القادرة على استخدام كميات كبيرة من نترات الأمونيوم حتى لو كان هذا كمين وضع هناك المقصود به حزب الله ففي سيناريو معد لتوجيه التهمة لحزب الله أو لتوريد حزب الله في هذه العملية لذلك المشكلة أن التحقيق لم يتابع كما يجب منذ البداية والتحقيق تأخر عن تحقيق تقدم يرضي أهالي الضحايا يرضي المتضررين يرضي اللبنانيين الذين دمرت عاصمتهم في هذا الانفجار واستغل هذا التأخير في توجيه التهم لحزب الله وفي تدخل حزب الله في هذه العملية لذلك لو غيمت في أفغانستان ستنطر في بيروت ويقال أن السبب هو حزب الله طيب إذا كان هذا يعني دوره الكبير معرض إذا كان ذلك كمينا أستاذ صلاح وإذا كان دوره الكبير يعرضه لهذا الكامل من الاستهداف إذا كان ذلك كمينا والتحقيقات أيضا مسيسة والمحقق العدلي قد يكون جوهر الكمين أو أو يعني لديه هناك ارتياب فيه لكن ما هو تفسير أن التيار الوطني الحر وهو حليف حزب الله يؤيد هذا التحقيق ويؤيد هذا القاضي ويدعمه بشكل مباشر هذا يعود إلى حسابات مسيحية مسيحية يعني كما تعلم التنافس بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على أشده في هذه الفترة عشية الانتخابات النيابية وبالتالي لا يمكن للتيار الوطني الحر أن يترك الساحة المسيحية لقمة سائغة لقوات اللبنانية من خلال الشعارات والمواقف التي تتخذها سواء في ملف انفجار المرفأ أو في السياسات العامة ضد حزب الله وهذا يعني ظهر جليا فيما حصل يوم الخميس في منطقة الطيوني لأنه يقال أن بعض عناصر التيار الوطني شاركت في إطلاق النار وكانت موجودة في المعمع ولها نصيب فيما حصل وهذا بدأ واضحا في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا بدأ واضحا بشكل سياسي ومستطر في الكلام الذي وجهه اليوم السيد هاشم صفي الدين للمسؤولين والكبار المسؤولين وللمستشارين أنه أين أنتم تكلموا وأفصحوا عن مواقفكم واضح تماما أن اليوم التفاهم مارم خايل بين الطيار الوطني والحزب الله يتعرض لاهتزاز أنا أعتقد أنه سنفذت أهدافه بالنسبة للطيار الوطني وبالتالي لا يروا حرجا في الخروج من هذا التفاهم والتوجه نحو خيارات سياسية جديدة لاها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة لاها علاقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على النائب جبران باسي ولاها علاقة بالانتخابات والتنافسات على الساحة المسيحية بين الأحزاب المسيحية كل هذا أستاذ معنا بشور كل ما يجري حاليا على الساحة اللبنانية لا يخفي حقيقة أن هناك معضلة في النظام السياسي في لبنان تم إنتاج حكومة لكن بعد مخاض عسير وطويل وفي أيضا استحقاق رئاسة الجمهورية يعني لا أحد يعرف كيف سيتم في مشكلة بالنظام السياسي في لبنان إذا كانت العقلاء أو ضبط النفس عند حزب الله أو الصبر عند حزب الله وأهل الشهداء ينجي لبنان من الحرب الأهلية إلا أن انسداد الأفق السياسي وانسداد النظام السياسي أزمة النظام السياسي في لبنان لن تؤدي في نهاية المطاف إلى السلم الأهلي الدائمة ليس كذلك بدون شك يعني أنا من جيل خاض معارك شعبية وتظاهرات وإضرابات واعتصامات وسقط سهداء في تلك المظاهرات والإضرابات اعتراضا على طبيعة النظام القائم في لبنان الذي يقوم على المحاصصة الطائفية والمذهبية التي مع الأسف الشديد تكرست بعد اتفاق الطائف وأصبحت أكثر أقل حياء وأكثر زهارا كما سهدنا والآن أسوأ الوضع لأن اتفاق الطائف كان في حكم في نهاية المطاف الطائف كان هناك حكم يمكن أن يرجع له من أجل حل الخلافات الناشئة بين أركان الاندظام الآن ذهب الحكم واستدت الخلافات على كل تعيين مدير عام هناك ثراع على كل تعيين ربما حاجب في إدارة معينة ثراع أنا أعتقد أن الحل الحقيقي للوضع في لبنان هو بتغيير النظام وبقيام نظام بالفعل مدني يقوم على المواطنة وعلى إلغاء الطائفية السياسية بأشكال مختلفة وعلى نظام انتخابي خارج القيد الطائفي نظام انتخابي يعتمد لبنان دائرة واحدة ويصبح حينها الاقتراع هو لبرامج لأخزاب تحمل برامج ورؤى أكثر مما هو حاليا انسداد الأفق السياسي أو انسداد أو خضوع لبنان إلى حقيقة أزمة النظام البنيوية الفعلية ألا يؤدي في نهاية المطاف إلى صدام من نوع معين صدام اجتماعي عبر ثورة اجتماعية صدام عسكري عبر حرب أهلية لا تقدر الله لكن نتيجة أزمة النظام في لبنان ألا تؤدي ومن أجل التغيير الذي تتحدث عنه ألا يعني ذلك أنه لابد أن يمر لبنان بمخاض عسير أنا من مدرسة قومية عربية تعتقد أن المشكلة الحقيقية في كل أقطارنا هو بتركيز الدولة القطرية التي ترفض التكامل والتعامل مع أشقائها العرب وترفض نهجا يعالج الأمر في المنطقة كلها لأن ما يعاني منه لبنان النظام اللبناني تعاني منه أنظمة كثيرة في المنطقة كل نظام يبدأ بالقطرية وينتهي بها سيعاني هذه المشاكل لذلك ربما يتميز طرحنا عن طرح بعض التغييرين أن بعض التغييرين لا يجب التغيير إلا من داخل اللبنانيين نحن نرى التغيير على مستوى المنطقة كلما أنا أمثل بسيطة لبنان عاش فترة يعتبرها اللبنانيون فترة ذهبية هي الفترة الشهابية من أين أتت الفترة الشهابية؟ أتت الفترة الشهابية في فترة المد القوم العربي بقيادة جمال عبد الناصر أيضا لبنان عاش فترة استقرار وأمن متى بعد اتفاق الطائف وبعد تأكيد على العلاقة المميزة بين لبنان وسوريا عشنا استقرارا معينة أريد أن أقول أن التغيير في لبنان له بعدان بعد داخلي من خلال تنمية الروح الوطنية العابرة للطوائف والمذاهب وبعد قومي يتعلق بالتغيير في المنطقة وبدوغي لبنان في المنطقة أسمع رأيك أستاذ صلاح في ختام المسائية في موضوع النظام السياسي في لبنان والأزمة التي تعتريه سيدي سيدي نحن مشكلتنا ليس في اتفاق الطائف والدستور الطائف مشكلتنا في التطبيق الاستنسابي والمشوه لدستور الطائف نحن القانون السير موجود ولكن القانون السير لا يمنع حصول الحوادث وحصول استضامات ووقوع الضحايا نحن بحاجة إلى حصن تطبيق لاتفاق الطائف بكل بنوضه حتى نستطيع أن نحكم له أو عليه لا نستطيع نحن في هذه المرحلة من الانقسامات أن نذهب إلى السيغة جديدة أو إلى النظام جديد لأن كما شاهدنا سنتين في أزمة اقتصادية مدمرة في البلد لا أحد يتكلم مع الآخر من المنظومة السياسية هذه المنظومة السياسية أفشل من أن تستطيع أن تبتدع سيغة جديدة للبنان تكون هي سيغة إنقاذية من النظام الطائفي للأسف نحن نطمح إلى نظام الدولة المواطنة بعيدا عن حص المحاصصة الطائفية ولكن اليوم لا نستطيع أن نعبر إلى هذا الخيار الحلم الكبير والذي شبابنا كله ينادون به لأننا في مرحلة انقسام في مرحلة للأسف تشرزم وفي مرحلة غياب الرؤية هذه القيادات السياسية تفتقد إلى الرؤية الوطنية وهذا سبب ما نبتل به حاليا من محن وكوارث وأزمات في لبنان شكرا جزيلا أساس صلاح سلام رئيس تحرية صحيفة اللواء اللبنانية كنت معنا مباشرة من بيروت أشكر حضورك هنا في السدو أساس معا بشور رئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي مشاهدين المسائية انتهت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر